أمنا. الذهب لا يعني شيء بالنسبة له. لأنه فكرة البداية هي الاستقرار بمعناه الأمني ومعناه السياسي. ثم تأتي المعاني الأخرى بعد ذلك والدكتور أشهر إليها المعاني الاقتصادية بالزاد بالنسبة لحياة الناس. حتى مبرح السيد وزير الداخلية تحدث عن عدد المصابين والشهداء خلال العمليات اللي كانت بدأت تتم. وانت بتطهر بلدنا من الإرهاب. دول دفعوا حياتهم في سبيل أنك أنت تنعم بلحظة أمن أو استقرار في بلدك. وإلا ما كانش أنت لاجب أن تقارن يقول لك وبضدها تتبين الأشياء. يعني ما تحط حاجة ضدين جميع بعض تقدر تراهم وتشوفهم كويس. فإن تقارن الوضع الأمني الآن المستقر مقارنة بالفترة من 2011 إلى 2013 أو 2014. هتجد أنه هناك فرق في مسافة بين الاثنين ومسافة لصالحك أنت كبلد مستقر أمنيا وسياسيا. السيد وزير الخارجية أيضا لما أتكلم عنه والرئيس أشار للإحكاة ديات أنه السياسة الخارجية المصرية لها ثوابت ومبادئ بتمشي عليه. ومنها رئيس قال تعبير الكويس أوي الصبر الاستراتيجي في مواجهة الأزمات. ويمكن ده بأن أكتر حاجة مع وضع سد النهضة. يعني دايما الناس تقول لك يعني اضربوا هدوا وطبعا دي كانت نجمة موجودة في الشارع بس أنت يعني أنت كمتابع أو مراكب لك رأيي بس يصنع القرار له رأي له حسابات أخرى يعني أنت أحيانا لازم تحط نفسك في مكان صنع القرار وشوف أنت هتاخد باللي أنت بتقوله لا لأنه هو ربما بل مش ربما أكيد شايف حاجات أنت مش شايف أو أمامه حاجات عامل حسابها أنت أو عنده معلومة غير متاحة مش هازم يقولها لك طب ففكرة عجبتني حتة أنه السياسة الخارجية لها ثوابت لا تحيد عنها وتتمسك بها فكرة عدم التدخل في أشياء الداخل للدول الأخرى في أمر واحد أمر اثنين ممارسة الصبر الاستراتيجي في مواجهة الأزمات التي تحيد بك في الإقليم أو في المنطقة لأنه أنتما أسهل أنك أنت عندك جيش يقدر يعمل اللي أنت عايزه بس إيه التوابع بس مش دال ربما لا يكون هذا هو الحل وانت لازم تشوف زي ما حاجة بتقول ما هي التداعيات لقرارها تخطو لازم تحسب القرار فالمبدئين دول أعتقد أنه كانوا حاجة بارزة جدا ووزير الخارجية بيتكلم عن سياسة المصر الخارجية الموضوع الأمن والسيد وزير الداخلية بيتكلم عن الأمن وعن الذين دفعوا حياتهم في سبيل أن أستكرر هذا البلد ويأمن دول على بعض أظن أنه ألمح مهم من ملامح مؤتمر حكاية طيب دكتور فخري أنا متأكد